بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إنشيت سهلا اللهم علمنا فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد يا من علمت إبراهيم علمنا ويا من فهمت سليمان فهمنا اليوم السادع عشر من شهر ربيعين الثاني 1446 للهجرة الموافق للعشرون من شهر أكتوبر 2024 ونحن في باب جديد من ثقه الأطعمة باب مهم للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا في معرفة أحكام الأطعمة وهو باب الذكاه باب الذكاه وقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل كثير من الأطعمة سواء كان مما خرج من الأرض أو كان في البحر سواء كان من النباتات أو كان من الحيوانات أو كان من الثمار سواء كان من جوف الأرض أو من خارجها واليوم كل وقوفنا أي ولا حبة على ما أباح الله لنا من بهيمة الأنعام وهي سواء عن البقر أو الإبل والجمال وكذلك ما كان مدجنا يعني يوضع في حضائر أو في مساكن ومزارع الإنسان وهو مما يباح أكله وقد مر معنا ما يباح أكله وما يحرم أكله إلا أن هذا الذي يباح يشترط فيه التذكية يشترط فيه التذكية وهو أكل اللحم من بهيمة الأنعام سواء كانت بهيمة الأنعام المقصود بها بالآيات البقر والغنم والإبل ويدخل معها ما كان مدجنا أي يعني يربى في مزرعة كالدجاج كالبط كالأوز كأي سائر الأنواع من اللحم مثال لو إنسان صاد بقرا وحشيا فإنه بصيده إذا زهق روحه روح الحيوان هذا يجوز لصائده أن يأكله وقد سمى الله بشروط إنسان أخذها في أبواب الصيد لكن إن رباه أو إن اشترى هذا الصيد غزال مثلا الأصل لا يتربى في المزارع أو شيء لكنه اشترى ثم رباه فإن أراد أكله فلا يجوز له أكله إلا بالتذكية فالذكاة حكم لها أحكام شرعية جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام وكما مر معنا هذا عموم حلت لكم بهيمة الأنعام وذلك بشرط خروج روحها بالتذكية ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم فحرم الله بهيمة البهيمة إذا ماتت سواء كان بالتجويع أو التعطيش أو الخنق أو القتل بالمثقل القتل بالمثقل المقصود به أن تلقى على جسدها أو على رأسها شيء ثقيل مطرقة حجر فإن خرجت روحها بسبب الضرب فإنها من المحرمات وكذلك الإحراق أو الإغراق فقد يأتي إنسان يقول أنا هكذا هكذا سأطبطها سأحتاج مثلا إلى طبخها بالنار الشريعة حرمت استخدام النار قبل الذبح قبل خروج الروح أو أي سبب غير التذكية طيب إذا ما هي الذكاة؟ الذكاة لغة التطيب عندما تقول رائحة أو رائحة ذكية أي رائحة طيبة طيب لما سميت الذكاة الشرعية؟ لغة لغة بالذكاة التي يقصد بها التطيب لأن الله سبحانه وتعالى يطيب للإنسان حياته فأباح لك هذه البهيمة لتأكلها فطيبها لك سبحان الله يعني يعلمنا أشياء الذي خلقنا وخلق هذه البهائم لنا وسخرها لنا سخر لنا هذه البهائم نستفيد من زينتها نستفيد من ركوبها نستفيد من لحمها فمن لطفه بنا أنه يعلمنا يزكينا يجعلها حلالا طيبا لنا وذلك بتزكيتها وإخراج الدم الذي في داخلها الذي فيه مضر وفيه نجاسة أننا والذكاة أيضا تطلق على تمام الشيء التتميم يقال فلان ذكي أي حاد الذهن تام الفهم نافذ البصيرة سريع الإدراك هذا من ناحية اللغة أما من ناحية الإصطلاح هي إسالة الدم هذا بالاختصار إسالة الدم من الحيوان الحي إسالة الدم من الحيوان الحي المأكون على وجه معين في موضع معين هذا بالاختصار إسالة الدم من الحيوان المأكول الحي على وجه معين في موضع معين ما المقصود بهذه التعريف أي إماتة الحيوان إذن هو حي وسيموت بهذه الإسالة بإسالة الدم هذا بإزهاق روحه ستكون هذا التذكية سبب لإزهاق الروح إذن ليس بمفارق الحياة وقد تكون هذه التذكية التي هي القطعة والطعن أو شيء ليس سبب في إزهاق روحه قد يتأثر قد تقطع عنقه لكن لا يموت فيندي يعني يجري ويهرب وتدركه فإذا به واقعا في نهر أو واقعا في بركة أو في خزان فلا تدري أسبب موته الذبح الذي أنت فعلته أم وقوعه في الماء فإذا لم تتأكد لا يحرم لا يجوز إذن التذكية إزهاق أو إماتة الحيوان الحي بإزهاق روحه بإراقة دمه بقطع حلقومه بل مقصوده بالحلقوم مجرى النفس الحلقوم مجرى النفس أو مريئه كلمة مريئه أعم تشمل الحلقوم الذي هو مجرى النفس ومجرى الطعام أيضا كحكم شرعي ما الذي يجب على الذبح قطع الحلقوم كامل المريئ كامل لا وإنما يجب عليه قطع الأوداج العروق التي تخرج وتندي الدم فقد يقطعه جزعا ما هو يحتاج يقطعه كاملا ويجوز أيضا قطعه كاملا قطع الرأس كاملا لكن الذي يهم قطع العروق التي تسيل الدم الذي يفور من الجسد حين القطع طيب وذلك يكون التذكية تكون إما بماذا؟ بالذبح أو بالنحر إما بالذبح أو بالنحر ما المقصود بالذبح؟ الذبح لغة هو الشق ذبحته شقفته وقطع الحلقوم من النصيل ما هو النصيل؟ هو المفصل بين العنق والرأس تحت اللحيين هذه اللحيين فهذا هو هنا فإذا مات كان الدبح لهذه المنطقة هذا المقصود بالذبح والذبايح والذبح للبهائم كلها ما عدا إيش؟ الإبل ما عدا الإبل الظبح هذا كغير أحكامه مختلفة أما إزهاق الحيوان المقدور عليه أردب متربي عندك دجاجة بهيمة الأنعام البقر الغلم هذا هو المقصود به الذبح طيب لو كان غير مقدور عليه دخل أيضا غير المقدور عليه كما يأتي في بعض المرات في بعض الجواميس الكبيرة البقر متربي وهي داجنة لكن لا تمكن الجزار من ذبحها وذلك بإصابة أو قطع أوداج حلقومه والأوداج هم العرقان في الرقبة أهم شيء يصل إلى العرقان ولو جزء منهما المهمة الدم ينفر أو بإصابته في موضع من جسده بآلة حادة أو جارحة معلمة هنا أيها الأحبة يعني مدخل باب الصيد لا ندخل في باب الصيد لكن قد يأتي إنسان في مزرعته يريد أن يذبح مثلا جاموس كبير بقر كبير وصعب عليه ربطه مهما حاول ثلاثة أربعة تجمع عليه عشان يربطوه ويحاول مثلا راحته وذبحه ما استطاعه وعادة البهائم تفهم فإذا رأت الدم يعني تفور تغضب تهرب أقلها أنها تريد أن تهرب فتبدأ تكسر وتضرب من حولها فإذا احتاج هذا المزارع أو هذا الذي يعني باشر الذبح في أن يضربها بعد أن ضربها مثلا في عنقها في أي مكان في جسدها وزهقت روحها بكثرة الضرب وكثرة الطعم فإنه يجوز تسميتها بأنها مذبوحة تعتبر مذكة تعتبر مذكة إذن الذبح قد يكون بقطع الأوداج أو قد يكون بإصابته في أي موضع من جسده بآلة حادة طبعا يحتاج إلى ذلك يحتاج إلى ذلك مش أنه مباشرة يأتي بداية فيعني مثلا من دون أن يحاول أو من دون أن يقطع يذبح رقبتها يسعى إلى ضربها أو يسعى إلى أيش يعني طعنها أو شيء لا الصيد نعم يجوز لكن بهيمة الأنعام لا يجوز والنحر للإبل طيب ما هو النحر النحر لغة هو موضع القلادة من الصدر شوك في التعبيرات تعرف القلادة فسبحان الله فأين تأتي القلادة لو واحد لبس أو إنسان لبس قلادة لن تأتي هنا فهي موضع القلادة من الصدر في الوسط ويطلق أيضا على الطعن في لبة الحيوان إنحره هذا موضع النحر يعني إنسان يسألك أين موضع النحر هنا تريد أن تعبره تعبره وتفسر هذا الموضع فتقول هو موضع القلادة أو موضع بالنسبة للحيوان لبته اللبة الصغيرة التي تأتي هنا ويكون النحر بالطعن ليس بالقض بالطعن مباشرة بعد الطعن تحريكها يمين أو يسار وهذا يأتي في ماذا في الإبل خاصة في الإبل خاصة إذن من مقصود بالنحر اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء هو الطعن شوف الطعن مش القطر مش الشق الذبح شق لكن النحر المقصود به الطعن في اللبة وهي موضع القلادة لكن بالنسبة للبهيمة ما يكون في مجرى تنفسها واضح مشايخ الفرق شكم الذكاء أولا التذكية واجبة لإباحة أكل الحيوان المأكول اللحم المقدور عليه يعني درسنا كل فقط في بهمة الأنعاب ليس في الأطعمات كلها لأن بالنسبة للقضروات والمزرعات والفواكه هذه ما يشترط فيها أي شرط مهم تملكها أنت تكون غير ضارة غير سامة غير نابتة في مكان نجس يجوز لك أن تغسلها وتأكلها ويجوز لك أن تأكلها بلا غسل ويجوز لك أن تأكلها بقشرها ويجوز لك أن تأكلها بذرها بعيشه جائز لكن لو جئنا إلى اللحم فما كان مقدورا عليه وهو من بهيمة الأنعام فلا يجوز إلا بالتذكية واجبة طبعا إلا الجرات من الحشرات والحيوانات الجرات والسمك وكل ما يعيش في الماء لا يدخل معنا إذا نحن نتخصص في مسألة الذبح فقط نتكلم على بهيمة الأنعام قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وهذا من أسلوب العرب الذي يسمى النفي ثم الحصل ثم الاستثناء وهذا هو الذي يسمى الحصل مثل لا إله نفي نفى جميع الآلهة لا إله يعبد أبدا حتى الله حتى الله ثم استثناء إلا الله فهذا يدل على الحصل فلما جاءت الآيات بالتحريم كل الميتة محرمة سواء كانت مذبوحة أو غير مذبوحة طالما هي ميتة حيوان ميتة هل يجوز أكله لا يجوز أكله إلا ما ذكيتم فما كان ميتة بسبب تذكيتكم يجوز أن تأكله واضح مشاخر استدلال كيف يستحب يستحب ذبح البقر الآن نحن عرفنا الذبح والنحر الذبح للبقر ما الدليل على ذلك قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تذبحوا جاء بالنص تذبحوا بقرة طبعا بعض المذاهب والعلم عند الله يرى الوجوب وليس الاستحبار ما السبب السبب التفصيل الذي جاء في الآيات فلما سمى البقر سماها بالذبح وصفها بالذبح ولما جاء للإبل قول الله تعالى فصل لربك نحمد صلى الله عليه وسلم وانحر والرسول لما يعني قدم إلى نحر الإبل يوم في حجة الوداع نحر نحر لم يذبح الإبل فجعلوها وجوبا والصحيح هو العلم عند الله الاستحباب ما الذي نقل إلى الاستحباب ليس فقط مفهوم الآية الآية لا تدل فعل الصحابة أيضا نمذبحوا ما ينحر أو نحروا ما يذبح فنقلها من الوجوب إلى الاستحباب طب ليش ما ننقلها إلى الجواز لوجود النص أو إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة ويستحب ذبح الغنم قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم فيجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح قد يأتي سائل قد ييست من عاداتنا لكن ناسب أن نذكرها إذا ما الحكمة من التذكية ما الحكمة لماذا أمرنا الله خصة في بهيمة الألعام أن نذكيها ذكر الفقهة رحمهم الله تعالى أولا أن الدم المسفوح ما حكمه محرم فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحل لنا هذه البهيمة بعد خروج الدم المسفوح فألمنا كيف يخرج وأسهل طريقة لا يتعذب الحيوان ولا يعني يكون في بقاء للدم المسفوح هذا في الحيوان بعد قطع رقبته إسالة الدم المسفوح ولهذا حرمت الميتة لأن الدم المسفوح لم يخرج منها ثانيا أن الله جل جلاله قد أكرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم فمن إكرامه لنا أنه يعلمنا أحكام كيف نطيب طعامنا فوجب أن نشكره وهنا وجوب الشكر بالقول والفعل من القول أن نقول الحمد لله وبالفعل أن نطيب طعامنا نفرح ونتعبد الله سبحانه وتعالى بالذبح يطعمون الطعام الناس يحبون اللحم حتى أنهم يقولوا أن سيد الطعام أو ملك الطعام هو اللحم لماذا؟ لأنه ذكر في القرآن وخص بأحكام بالأكس ما من نبيين إلا وراء الغنم وفيه فضل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ما هو أكبر منك البقر والجمل وأنت تأكل من اللحم حتى الأسد ما يأكل الجمل ما يهجم عليه وأنت تأكل والزرافة شروط الذكاء ما هي شروط الذكاء؟ أولا أن يكون الحيوان حيا وقت الزبح وهذا واضح أن يكون الحيوان حيا وقت الزبح الشرط الثاني أن تزهق روح الحيوان بسبب هذا الذبح مش مريض طيب لو جئته وهو مريض فعرفت أنه هو سيهلك فذبحته بسم الله الله أكبر وذبحته يجوز لما يجوز يجوز أنك حققت الشرطين عندما جئته كان حيا وبسبب الذبح زهق روحه واضح يا مشايخ طبعا ضابط الحياة أن يكون حي يعني فيه الحياة يشعر لكن قد يكون مصاب قد يكون مريض في آخر رمقه هذا لا يمنع لكن المقصود من الحياة هنا وليست حياة مثلا سقط أو خنق جئته وهو يغرق فلما أخرجته من البيئر أو شي وجدته يتحرك تحرك الحياة الأخيرة هذه التي هي تكون مثل الشيء الذي يكون مقبوض فلما تفكه ينتفق مثلا فهذه ليست حركة حياة عادة العضلات أو القصب أو اللحم عندما يكون مثلا محبوس أو مضيق عليه إذا فتحته من كيس أو مكان كان سيارة صدمته أو في شاحنة لم ينتبه الشاحنة كلهم تدافعوا على بعض فإذا به جاء وجدهم يعني من شدة التدافع هلكوا فقال أنا دارس فقه هذا ما زال يتحرك ويتحرك بعدما فتحت الصندوق يعني باقي يتحرك بحركة الصندوق فهذه ليست حركة حياة ليست حركة حياة لماذا أنت ندق في هذا الكلام أنه هذا تنقله من حرام إلى حلال أنه إن ثبت أنه مات بسبب الخانق أو الضيق أو شيء هذا حرم وإن لم يثبت فإنه حلال طيب ثالثا أن لا يكون الحيوان من صيد الحرم يعني ما يأتي إنسان في مكة أو المدينة فيصيد صيدا ويحبسه ويبدأ يربيه حمام المكة مثلا يبدأ يربيه ثم بعد ذلك يقول سأذكيه وكأن التذكية ستنقله من الحرمة إلى ماذا إلى الحلال طيب ما حكم إذا اشترى حماما أو دجاجا أو غنما ورباها يجوز له في حال الشراء يجوز له يجوز له طيب إذا اشتراه وقد صيد لكن من خارج الحرم يجوز طالما أنه لم يصد العبرة أهو ألا يكون الحيوان من صيد الحرم ألا يكون الحيوان من صيد الحرم طيب لو الذي سيشتريه أو الذي سيأكله خلي الشراء الذي سيأكله خارج مكة يعني يجيه لك مثلا أنت في جدة أو في أي مكان بصيد أو بطعام فقالوا لك هذا من مكة صادوا في مكة لا يجوز إذن العبرة يا مشاح بماذا بالمكان العبرة بالمكان فصيد الحرم لا يجوز حتى وإن ذكي حتى وإن ذكي حتى إذا ربيته حتى إذا ربيته فلو جيت لولدك أو لشاب صاد حمام صاد حماما يعني قبض على حمام وخلى الحمام ورباه ودجنه وبدأ يعطيه من الحبوب أو يعطيه من الأشياء شهر شهرين سنة سنتين وبعض طيب ونتج البيض بالفراخ وقبرة الفراخ يجوز يستفيد من هذه الفراخ لا يجوز يبني على باطن فهو باطن لأنه الأصل ليش إنه صيت ما يجوز لك أنك تأخذها وهذا نابت ما أخذ نحن بيض الصقور ما يجوز ليش لأنه أصله لا مخلب من الطيب لا يجوز فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها الشاهد في خطبة الوداع في قوله صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة أنه لا ينفر صيدها إذا كان لا ينفر يعني لا يفزع حمام صيد فلا يجوز لك أن تنفر الحمام وأنت لا تريد أن تصيده فكيف تخوفه إلى درجة أنك تريد أن تصيده وتأكل لحمه لكن إن خرجت خارج حدود الحرم يجوز لك أن تصيد ومن حد حدود الحرم الشريعة حدتها وهو موجود أو ثابت سواء كان مكة أو المدينة ومن يخرج إلى الصيد يقول يعني قيل لي كما أنا أقوله لكم يعني من خرج إلى الصيد يجد أن بعض الحيوانات الوبر اللي قريب من الأرنب أو شيء وهو موجود خارج الحرم فإذا أرادوا صيده يدخل أين إلى حدود الحرم ويقف أنا أقولها لكم كما نقلت لي من أهل علم يقف يعرف أن هذا مكان أنا مطمئن وآمن فيه يقف يأكل أو شيء مش يقف ينظر يعني من يقف لا يفزع إذا سمح حركة سيارة أو حركة أحد سيأتي من كلب أو شيء يجري ويقف في ذاك المكان وأنتم ممكن وجدته الحمام في الحرم يعني يأتي بجوارك يمشي لن تنفر طيب إذا وجدت قطة يريد أن يهجم عليه يتركه مش هذه إنسانية وحرام حياكله لا هو رزقه يسخر الله هذه الأمور لكن إذا أنت تملك الحمام لك أن تمنع القطة أن يدخل على يعني ما جمعته أو ما تحميه أو ما تربيه إذن ويجوز ذبح الحيوانات المستعنسة كالدجاج والبقر والغنيم والإبل طيب لو جاء إنسان بغزال في مكة صاده من خارج مكة وأتى به اشترى ويريد أن يذبحه في مكة يجوز لما يجوز يجوز ضبط القاعدة يعني ما صيد داخل الحرم لا يجوز لكن كونك تأتي بصيد اسمه صيد لكنك تريد أن تذبحه داخل مكة يجوز والعكس بالعكس الشرط الرابع أن لا يكون الحيوان من صيد المحرم هنا العبرة بالمكان أم بالشخص بالشخص حتى وإن كان خارج الحرم حتى وإن كان خارج الحرم أن لا يكون الحيوان من صيد المحرم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم طبعا هذه الآية جاءت للحاج أو المعتمر الذي قصد مكة بعداء عمرة أو حج فإذا ما لب ودخل في نسك الحج أو العمرة فإنه يحرم عليه أشياء كانت تجوز له منها ماذا منها الصيد فمن قتله منكم متعمدا أو كان سببا في قتله فستكون هناك كفارة كفارته مثل ما قتل من النعم فقيل مثلا إذا قتل أو صاد أرنبا يعني يكون دجاجة بعض المذاهب قالوا ما في دجاجة ما تدخل الدجاجة في البهائم فيكون أقلها اللي الشاه ما دليلهم دليلهم الأضحية والحدي المتمتع والقار لا يكون إلا في الإبل أو الغنم أو البقرة ثلاثة هذه فغض النظر هل هي من البهائم أو لا فقالوا أن أي شيء من كفارات الحج لا يكون أدنى من الشات ولا أعلى من الإبل يحكم به ذوى عدل منكم إذن فيه دليل على أن ذو العدل القاضي أو من حكم قد يكون الحكم معتبر شرعا أنك أنت تتكلم عن كفارة لله وعن معصية فعلها إنسان فأجاز الله سبحانه وتعالى أن يكون القاضي يحكم في الحكم العام القاضي له مكانته وله أحكامه في الشريعة هديا بالغ الكعبة أي خاصا أو تدفع هذه الفدية لأهل مكة بالغني الكعبة أو كفارة الذي لا يستطيع لا يملك أو كفارة أو هذه لماذا للتخير أم للترتيب للتخير أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما طعام مساكين الرسول السلام فصلها والفقى رحمهم الله ذكروها يعني منهم من قال ثلاثة ومنهم من قال عشرة أو عدل ذلك صياما ثم قالوا كيف يكون العدل كيف تعدل الإطعام إلى الصيام وذلك بأن تقدر بكم الذي صاده مثلا صاد غزالا فقدروها مثلا إذا هي غزالة كبيرة فقدروها ببقرة فقالوا البقرة بكم خمسة آلاف خمسة آلاف كم تطعم أنت لو كنت رتا تطعم مساكين كم ستطعم قالوا والله مثلا العشرة تكفي بس عشرة تكفي عن المسكين إذن كم مسكين سيطعم 500 مسكين إذن سيصوم 500 يوم لماذا ليذوق وبال أمره ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف كنت متجاهل ما تعرف عما يعني كانت من الحدود ولم يذكرها الله ومن عاد لعاني ومن عاد فينتقم الله منه وهنا يا طالب العلم نعرف أن الله سبحانه وتعالى لما جعل لنا حدود حرام وجعل لنا كفارات وجعل لنا توبة لكن لابد أن ننتبه لأنه قد يكون فيها غضب فينتقم الله منه بزوال النعمة يعني أنت سخر الله لك الحج وسخر الله لك أنك تتقرب إليه بعمل بسيط ما يتعدى فترة من الزمن مقابل أن يكفر عنك يعني كل ذنوبك التي سبقت فالمفروض تكون منضبط تكون يعني إيش أهل إلى هذا الإكرام والشيء بالشيء يذكر طالب العلمي أول من تسعر بهم جهنم من ثلاثة ومنهم المجاهد ومنهم العالم أول من تسعر بهم جهنم أنت متصور لماذا يؤتى فيقول يا رب تعلمت وأنا كنت طالب علم وأسلك طريق للعلم وأحفظ وأقرأ فتشهد عليه السنتهم أو جلودهم وكذا لا أنت أنت جئت ليقال لك قارئ أو عالم وقد قيل ما ظلمناك الشيء الذي أنت بذلته وقصدته أخذته وكنت لهذا الشيء خلاص أخذته ولذلك لا ينتظر طالب العلمي أن يمدح ولا أن يشاد به ولا أن يذكر ولا أن يقال لا تعال أكرمك الله وحياك الله ويفسح له في الطريق حتى أن الأشياء التي تعجبتها أن الرسول عليه الصلاة هو السلام وهو رسول لما كان مع أصحابه لا يعرف ولا يميز عنهم ليش ممسات من تواضعه هو هكذا حتى تميز على ماذا عشانك صليت الفجر في جماعة أنت تسأل الله القبول ما تعرف هل قبل منك الصلاة أم لا ما يدريك قد تكون شقاء عليك قد تكون برياء ما تدري وغير ذلك أنك أنت في مسألة العلم بالذات أنت محمل أمانة التبليغ التزكي التعليم بالذات في الوقت الحاضر الآن لما قلت الجامعات أو المدارس أو المعاهد الشرعية والدروس العلمية فوجب والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة هنا يخبر الله سبحانه وتعالى مهما كنت يا بني آدم آقل فاهم حدود الله تعبدي فهو الذي حرم عليك الصيد عموما ثم بعد ذلك أباح لك ماذا صيد صيد البحر تعبدي استسلام لله ما هو الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة طيب كيف عارف كيف أطيع الله بالنصوص فما أمرك الله به فلتفعنه أمرك أن تسجد في الفجر يوجب عليك أن تصلي وتسجد في الفجر ويوجب عليك الصيام رمضان ويوجب عليك أن تترك الطعام والشراء وتأكل بعد المغرب هو محتاج ليس بمحتاج ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كل من في السماوات ومن في الأرض منذ أن خلق الله الخلائق إلى قيام الساعة قاموا كلهم على صعيد واحد يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا ما زاد في ملك الله شيئا والعكس بالعكس لو كلهم سألوه فأعطى كل واحد منهم مسألة ما نقص من ملكه شيئا أنت تتكلم عن ماذا وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون إذن يجوز للمحرم أن يذبع طيب هل يجوز للمحرم وفي مكة أن يذبح غنما أو دجاجا نعم يجوز يشتري ويذبح يجوز له ويجوز للمحرم أن يذبح الحيوانات المستأنسة كالدجاج والبقر والغنم والإبل أنك تمسكها طيب سنأخذ إن شاء الله الصيد باب مستقل لوحده لكن هو نعم أنك تمسكها يعني ليست مستهجنة ليست يعني موجودة عندنا طيب الشرط الخامس أن يكون المذكي مسلما أن يكون المذكي من ذك من باشر التذكية مسلما من أين أتيت به مسلما لأننا عندنا قائدة أن التذكية عبادة زي الإمامة عبادة فلا يجوز للإنسان أن يأكل إلا بشرط أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا ما المقصود بالكتاب اليهودي أو النصراني لماذا لأنهم أهل الكتاب فالكتب السماوية كم التي يجب علينا أن نؤمن بها خمسة وهي أولها صحف صحف إبراهيم أولها وهي التي نحن الآن باقين عليها مجاعد القرآن مصدقها وأتوقع لو من درس هذه الأديان الهندوسية هذه الموجودة في الهند هم باقون على بعضها ولذلك عندهم الحج لكنهم صرفوا الحج إلى المعابد وعندهم الذبح وعندهم هذه الأشياء لكنهم صرفوها هذه بالنسبة لمن إبراهيم الثانية الزبور وشالو بطريقة اليهود ليس اليهود اللي هي السحر ما السحر فحذفت يعني طمست وذهبت بعدها التوراة وهي العهد القديم اللي هي صحف موسى والإنجيل الذي حرف بعدة يعني روايات والقرآن الكريم هو الذي أخبر أنه سيحفظه إلى قيام الساعة وأنه لن تقوم الساعة والقرآن موجود لا في الصدور ولا في السطور فما سيأتي سيكون أعظم يهوديا أو نصرانيا طيب لماذا الآن غير طالب العلم أو غير المتخصص في فقهة أطعمة يسمع هذه الآية تعبدا قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم إذن إيش يجوز لي أن أكل من اليهود أو النصران إن ذبح وكذلك في تفسير ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال طعامهم في تفسير هذه الآية المقصود بطعامهم ماذا ذبائحهم إلا أنت قد تفهم من طعامهم أنه مثلا إذا قدموا لك صحن فول صحن بامية مثلا خضار فلا وضح لي ابن عمر نبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أن المقصود بطعامهم في الآية ماذا ذبائح إذن هذا أي مسلم قد يفهم هذا الكلام أنه ذبيحة أهل الكتاب جائز أكلها صح ولا لا ومن ذلك تبدأ الأسئلة الكثيرة طيب وإذا لم يكن من أهل الكتاب طيب وإذا علم طيب إذا أمرنا هو مو مسلم لكن قلنا له قل بسم الله واذبح طيب إذا كان مسلما وارتد طيب إذا كان مسلما لكن لا يصلي متأتين هذه الأسئلة كثيرة وتجدها في الفتوى فأحببت أن أحضر لكم شيئا من يعني يوضح لنا ما المقصود بطعام أهل الكتاب وهو سؤال وهو سؤال جاء لعلماء النصارى هل يجوز للنصران أو للمسيح أن يأكل من ذبائح المسلمين وأن يشاركهم مثلا في طعام الأضحية مثلا فوجدت إجابة جاملة يعني قوية فنقلتني إلى كتابهم المقدس فأهل الكتاب أولا لابد أن تعرف أهل الكتاب هم يتفقون معنا في مسألة وهي إيش هذه إذا فهمت هذه أنت حليت كثير من المشاكل حتى الأسئلة اللي كانت وتسألوني المعلبات أو الأطعمة المستوردة والمذبوحة والمصعوقة لتعرف إجابتها الآن أن التذكي عبادة عندنا نحن المسلمين عبادة لماذا مرت علينا عندنا أدلة كثيرة أن التذكي عبادة في حد يشك أن التذكي عبادة فإذا أقنعتك الآن أنه أيضا عند اليهود والنصارى أنها عبادة خلاص خرجنا كثير من الإشكاليات لكن هو إن عصى الله وبذلها للصليب بذلها للعذراء بذلها لمريم يصبح حرام عليه قبل أن يكون عليه واضح يا مشايح فعندنا أن أهل الكتاب يعلمون أن الذبح عبادة جاء في رسالة بوليس الأول اللي هو الرسول في رسالته الأولى التي كتبها سنة 57 هي في مدينة أفسس والسبب في كتابتها ما سبب كتابتها؟ هو أن الخبر المحزن الذي وصله عن شقاق حادث في كنيسة كور نوثورس والأحزاب التي يقاوم بعضها البعض مقاومة شديدة فبعضهم سموا أنفسهم أتباع أبلوس وآخرون أتباع بوليس وآخرون أتباع بطرس وآخرون أتباع المسيح فوبخهم بوليس هذا على تحزبهم هذا وعلى فسادهم فكتب لهم هذه الرسالة وتعتبر هذه الرسالة من المخطوطات المعتمدة عندهم في الإصحاحات فمما ذكر من بعض الأحكام التي هي الأطعمة المقدمة كذبيحة الأوثان طبعا هنا المصدر بالنسبة لدراسة كتاب المقدس في العهد الجديد وبالنسبة لهذا نفس الإصحاح الذي في رسالة بوليس الرسول الأولى إلى أهل بورنثوس ماذا قال طبعا الذي أتعبني أني أفسرها لكم لأنني لما قرأت ما فهمتها لكن لما فسرت لي فهمت أن لها معنى آخر يختلف تماما عن ما هو مكتوب لكن الأول قال الأطعمة هو الآن من ضمن الوصائل التي كتبها أن الأطعمة المقدمة كذبيحة للأوثان وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما العلم ينفخ ولكن المحبة تبني يقصد هنا في الآية هذه الأولى أو في الكلام الأول تحريم ذبايحة التي ذبحت لغير الله لها ذبايح لوثان أنها لا تجوز لهم لا تجوز لهم ذبيحة لوثان وكأنه يقول أن كل مننا لديه عالم إله ثم بعد ذلك نفى هذا الشيء فيقول أنه ما في الله إله واحد حتى وإن جاء إنسان وقال هناك إله لو أكلت أو فعلتنا بعكس معتقدي فاعتقادي أن الأقوى هو الأطهر فيجوز لينأكل ويجوز لينفعل ما أشاء فهنا يقول أما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما والعلم ينفخ وكأنه يقول أن حقيقتنا نحن الواضحة الصحيحة هي التي يعني تكون الحق يعني مثل ما نقول نحن المسلمين الحق يعني يجهق الباطل إن الحق ولكن المحبة تبني كأن هنا يقول لا بس أن لو أنت كنت محبا لله ستتبع تعاليمه في أنه الذبح عبادة فلا تذبح إلا لله فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعدك بعده كما يجب أن يعرف هنا يقول الذي يريد أن يتعدى على حكم الله في أنه أوجب الذبح وحرم الذبح لغير الله هذا لا يعرف شيء يعني كأنه يقول ما في اجتهاد في هذه الأمور ما عليش أنا حاول أقرب لكم المعنى طيب فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عندنا اللي هو الذبح لله ما هو هو يعترف بهذا الشيء فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان فنعلم أنه ليس وثن في العالم يعني هو نفى مو بس كذا هو حرم أصلا يعني أنت الآن في ديانتهم تعرف أنهم يحرموا الذبح لغير الله بعدة يعني ألفاظ يقولها وأن ليس إله آخر إلا واحد لأنه إن وجد ما يسمى إله يعني كأنه يقول حتى لو فرط أنه في إله فهو لن يكون سواء سواء كان في السماية أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون يعني كأنه يقول مسميات هي لن تكون آلهة ولن تكون قادر عليه حتى وإن ادعت أنها آلهة وذبح لها هو في الحقيقة مش إله وفي الحقيقة أن الذبح هذا سار لله يجوز تأكل لكنه يفصل أن الوصايا والأوامر التي أخذها من إيسى أنه يجب يجب الذبح لله إذن الذبح إبادة عندهم لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به طيب ما زال يكرر أن الذبح لله للرب ولكن ليس العلم في الجميع هنا يقصد بالعلم الطاعة يعني مشكل أتباع عيسى مطيعين في مخالفين فيما هم موافقين على هذا الكلام ولكن ليس العلم في الجميع بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلونك أنه مما ذبح للوثن هناك أنه يقول حتى وإن وقعت في الخطيئة وأكلت مما ذبح لغير الله فيأتوب نحن نقول توب هو جاب الضمير وأنك ارجع وعترف بذنبك وكل أنا الشاهد عندي أن الذبح عندهم عبادة أو أنت عندك دليل واضح وفاهم يعني لما يخبرنا الله حلت لكم بهيمة الأنعام ويخبرنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما المقصود بطعام أهل الكتاب مو مسأة أنه يهود الذي ذبحه أو نصراني مقلنا أنه قد يذبح مسلم لكن مثلا يذبح لغير الله هل يجوز لا يجوز هو مش شرط المسمى أنت كطالب متخصص في ثق العطعمة لابد أن تعرف أنه عبادة الزبح عبادة أباح الله ذباح أهل الكتاب لأنهم في عقيدتهم يتعبدون الله بالذبح وهذا هو دليل بين يدي ولكن ليس العلم في الجميع بل أناس بالذكر نحن الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن فضميرهم إذا هو ضعيف يتنجس لكن أنا من خلال الشروح ما وجدت أحد يحرم ما وجدت سبحان الله المسلمين عندهم ضوابط التحريب يعني وجدت أنا ما أنا مطلع على نصوصهم كثيرا لكن بالنسبة لهذه موجودة العشر الآيات أو ال11 آية أنهم إن كان في معصية أو خطيئة فهو ما حرم عليك ماشي الميم أنت قلبك طيب مرتاح أنت قيل مرتاح سوي علشان كذا يا مشايخ الناس تنفر من الإسلام ليه لأنه صعب أنت من صحاك من الصبح يكون تصلي مين منعك من كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا هذا واحد جربها مع يعني كان عنده ابن فدخل السوق يشتري له محل العاب أو محلتين فكل ما يشوف لعبة فيها مشكلة هذه فيها صليب هذه فيها ماذرئيه هذه فيها خلاعة هذه فيها إسراف هذا ما يجوز هذا ما يجوز هذا ما يجوز فقال وقعت فيه مشكلة يعني ولد يمكن ما يفهم كيف فهمه وزاد الطيم بالله اشتراله حلو أو شيء وهو خارج كان اللي في الكاشير مسلم فقل فقل وذي ترى حرام يعني زاد هو يعني يقول لا لا زاد كمان هذا لا أيضا نكمل ولكن انظروا لألا يصير سلطانكم هو معثرة للضعفة لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئ في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذا هو ضعيف حتى يأكل مما ذبح للأوثان أو يوضح لك النماذ بحل أو ثاني محرم فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله وهكذا إذ تخطئون إلى إخوتي وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلنأكل لحما إلى الأبد هنا جاء لك بصفة عام يعني أي شيء وإن كان فيه نعم لي ومضر للآخرين لنأكله لألا أعثر أخي فتباح ذبيحة طيب من الفتاوى التي أنا اعتبرت كلمة فتوى لكن ما أدري هي سمى فتوى عنده مولا أنه إذا جاء إنسان بلحم محرم عندهم فما الحكم في أكله أنه يقسم ثلاثة أقسام قسم يجوز له أن يأكله بعد أن يقسم الثاث الأقسام والقسم الثاني يحرقه بالنار والقسم الثالث يعطيه لمن للقسيس أو شيء ويخبره أنه هذا لحم محرم ف للقسيس أن يأكل مادام أخبر له أن يأكل أو له أن يستفيد بالبيع لكن إن باعه الذي فهمت ولم فهم إذا أراد أن يبيعه لابد أن يبيعه في مكان معين إذن ذبايح أهل الكتاب جائزة بشرطين الشرط الأول أن لا يذكر عليها غير إسم الله يعني أنت الآن لو جئت وسئلت ذبايح اليهود والنصارى جائزة لوجود النص على جوازها لكن نشترض كمسلمين في البهائم أنا لا أكلمك على السمك اليوم يذبح السمك والغناء وكل الحيوانات البحرية إحنا ابتلان الله في البقر والغنم والإبل والدجاج هذه الأربعة بس أنها لابد أن يذكر عليها اسم الله ولا يذكر عليها اسم غير الله كالصليب العذراء المسيح الشيء الثاني أن يتم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية إيش يعني كما مر معنا اللي هو الذبح أو النحر وخروج الدم كاملا أما الصعق الكهربائي هذا لا يجوز الخانق يوضعوا مثلا تخذير أو يعني بخاخ أو شيء يعني قد يأتي عليهم غاز أو شيء فيهلكوا جميعا من باب التوفير لا يجوز للمسلم بس هذه الأربعة والخمسة فلذلك إيش يعني قد تستغرب ولا ما فيه استغراب من كثرة الأسئلة في شيء محدد يعني يبدأ التقمص طيب ما حكم وكذا ما حكم وكذا طيب ما حكم لو أذيب لو لم يذب لو استخدم ولو شيء بسيط لو لا فمدام حرم خلاص أطيب مطعمك تستجب دعوتك آخر شيء مشايخ أن يكون المذكي عاقلا يعني الذي سيباشر التذكي عاقلا ليش لأن التذكي عبادة والعبادة يشترط فيها القصد مية فلا يتحقق ذلك من المجنون ولا يتحقق القصد من السكران أو المغمى عليه فالعبادة يشترط لها القصد فلا تصح تذكية المجنون ولا السكران ما تقول المغمى عليه ليه لأنه لا يتحرك فالسبق لسان ولا الصبي الذي لا يعقل أن الصبي قد يكون يعقل أو لا يعقل يعقل يميز صح من الخطأ يميز لو أعطيته مئة يعرف أنه هذه مئة وهذه عشرة يعرف أنه هذا جمر وهذا تمر أنه تقول له هذا حلال وهذا حراب ولا الصبي الذي لا يعقل سواء كان المذكي رجلا أو امرأة يجوز للمرأة أن تذبح ويجوز للرجل أن يذبح والرسول السلام أكل من ذبيحة امرأة أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد هذا ما تيسر إعداده نلتقي إن شاء الله في الأحد القادم هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلين